كشفت وكالة رويترز عن قيام شركة تسويق النفط العراقية سومو ببيع شحنة من زيت الوقود ملوثة بمادة تنظيف كيموية خلال الأسابيع الأخيرة وقالت ثلاثة مصادر تجارية للوكالة أن الأمر يتعلق بشحنة تتراوح كميتها إلى قرابة 700 ألف طن من زيت الوقود عالي الكبريت تم توريدها لزبائن سومو وعادة ما تقوم المصافي بشراء زيت الوقود عالي الكبريت لإخضاعه لمزيد من المعالجة في وحدات تكرير ثانوية لإنتاج منتجات نفطية ذات جودة أعلى وأضافوا أن الشحنة تحتوي على مركبات عضوية مكلورة تتراوح بين 90 و130 جزءا في المليون فيما الحظ الأقصى لمحتوى المركبات العضوية المكلورة في زيت الوقود في المصافي هو 5 أجزاء في المليون